اشتركوا في القناة السعودي ربما يجري التحقيق معها للتحقيق مع من اعان الفتاة على ذلك وقامت بتصوير اللحظات الاولى قبيل قيام الفتاة من مقعدها وقد كشف مقطع فيديو متداول حوارا قصيرا بين فتاتين احداهما تسأل الاخرى عن علمها بما تقوم به الفتاة لترداء الاخرى نعم وهما في مكان قريب من الفتاة حاضنة ماجد المهندس وهو ما يوضح التخطيط المسبق لهذا الفعل وقد حمل ذلك عددا من المشاركين للتعليق على هذه القضية يرنون بان الفتاة ضحية مراهنة مطالبين بمعاقبة المشلجعة والمحردة لها وهي مواثقة الفيديو بعقوبة لا تقل عن الفتاة وتنص الفقرة الاولى من المادة السادسة لقانون مكافحة التحرش الذي دخل حيزة التنفيذ في 24 رمضان 1439 من العام الهجري الموافق 8 يونيو 2018 بانه مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم اثنان من هذه المادة ودون اخلال بأي عقوبة اخرى تقررها احكام الشريعة الاسلامية او اي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة الف ريال او بأحدى هتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة تحرش